المساجد كانت عامرة بالليل والنهار تخرج كبار الصحابة من مساجد كبار العلماء والقراء والفقهاء وكانت الحلقاء الحلق العظيمة في الجامع الأموي بدمشق كانت يحضر فيها أكثر من 1600 قارئ للقرآن من زمان أيام مسجد أيام دولة بني أمية وما بعدها يجتمعون للقراءة بعد الفجر عشرة عشرة وعلى كل عشرة مقرئ فإذا أخطأ أحدهم رجع إلى هذا المقرئ فإذا غالط المقرئ رجع إلى أبي الدرداء هذا كان مسجد دمشق الذي عمره الصحابة تخرج من هذه الحلقة إمام قراء الشام عبد الله بن عامر الاحصبي أحد القراء السبعة كانت تعقد في المسجد البيع لإمام المسلمين وخليفتهم كما جرم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث بويع له بالخلافة في المسجد الأموي في دمشق سنة 99 للهجرة كان الولاة يبنون دار إمارتهم بالقرب من المسجد كان مركز البلد وسط البلد دار الخلافة قبلها المسجد الجامع في البلد ودار الخلافة ثم السوق الرئيسية في البلد وهكذا ثم البيوت تدور حولها هذه مركز البلد ومعاوي رضي الله عنه بني له في أيام ولايتي على الشام دار الإمارة قبالي المسجد الأموي بدمشق سكنها 40 سنة كان يقرأ في هذه الجوامع الكتابات والرسائل التي تأتي من الإمام والخليفة لعموم المسلمين